يَا أَلَّهُ يَا أَلَّهُ عندما تتكلم مع الله تعالى فإنك تختار كلماتك بعناية و كما أن جمال الناس يتفاوت من إنسان لآخر فكذلك جمال دعائهم نعم للدعاء جمال و جماله يتفاوت من شخص إلى آخر فما هو أجمل دعاء يمكنك أن تقوله لله هذا هو موضوع برنامجنا و فعلا هذا هو أجمل دعاء إلهي يا قيوم إليك أحتاج أرجوك الدموع بسم الله الحمد لله و السلام و السلام على رسول الله و على آله و صحبه نولاه أما بعد إذا خفت من شخص أن يؤذيك عموا فمن لك غير الله ناصره و من لك غير الله حاميا و حافظه قال تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم فإذا استغثت بالله كفاك يعني أدعو ربي نعم طيب هل أدعو دعاء من تأليفي لكي يكفيني هذا الشخص الذي أخافه أم أنه يوجد دعاء خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم يمكنني أن أدعو به نعم يوجد دعاء خاص ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فقد كان النبي صلى الله عليه و على آله وسلم إذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم و نعوذ بك من شرورهم معنى نجعلك في نحورهم هذا هو النحر و كانت العرب سابقا إذا أراد الواحد أن يطلب من شخص أن يقاتل دفاعا عنه قال أطلب من فلان أن يكون في نحر العدو لنا يعني مثل الدرع لنا يقاتل عننا و يدافع عننا في نحر العدو و من لك أقوى من الله تبارك و تعالى يدافع عنك قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا فإذا قلت اللهم إنا نجعلك في نحورهم فإن الله هو الذي سيدفعهم عنك بحوله و قوته و لا حول و لا قوة إلا بالله العلي العظيم ثم تقول و نعوذ بك من شرورهم فمهما كادوا لك و مكروا عليك فلن يضرك شرهم شيئا لماذا؟ لأنك وكلت أمرك إلى من يعلم كل خططهم بك و هو الوحيد القادر على أن يرد كيدهم في نحرهم قال تعالى و يمكرون و يمكر الله و الله خير الماكرين أعرف أنك تخاف أن يمكروا بك أشياء لا تعرفها أو أشياء لا تستطيعها تخاف أن يغيروا نظرة من حولك عنك لك لا تقلق بما أنك قلت هذا الدعاء و وكلت أمرك إلى الله الحي القيوم فإن القلوب بين أصبعه من أصابعه سبحانه يقلبها كيف يشاء فإذا كنت مظلوما و كانوا هم ظالمين فهو سبحانه قادر على أن يفضحهم و يحميك قال تعالى إن الله لا يصلح عمل المفسدين هذا الدعاء اللهم إن نجعلك في نحورهم و نعوذ بك مشهورهم تقوله إذا خفت من أي ظالم عموما كذلك إذا ذهبت إلى أي بلد من البلدان أو كنت في أي مكان فخفت من السلطة في ذلك البلد أو أعوانها أن تظلمك أو أن تضرك فيمكنك أن تقول هذا الدعاء و هناك أيضا أدعية خاصة وردت عن آل البيت و الصحابة تقولها إذا خفت من سلطان ظالم أو أحد أعوانه فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال إذا أتيت سلطانا مهيبا تخاف أن يسطو عليك فقل الله أكبر الله أعز من خلقه جميعا الله أعز مما أخاف وأحذر أعوذ بالله الذي لا إله إلا هو الممسك السماوات السبع أن يقعن على الأرض إلا بإذنه من شر عبدك فلان وجنوده وأتباعه وأشياعه من الجن والإنس اللهم كن لي جارا من شرهم جل ثناؤك و عز جارك وتبارك اسمك و لا إله غيرك يقول ابن عباس تقولها ثلاث مرات و ورد عن عبد الله مسعود أنه قال إذا تخوف أحدكم السلطان فليقول اللهم رب السماوات السبع و رب العرش العظيم كل جارا من شر فلان بن فلان يعني الشخص الذي يقصده و شر الجن والإنس وأتباعهم أن يفرط عليه أحد منهم عز جارك و جل ثناؤك و لا إله غيرك أخي الكريم و أختي الكريمة هذه الأدعية التي ذكرناها اليوم فيما لو كنت تخاف من البشر لكن ماذا لو خفت من الجن أن يضروك سواء بالسحر أو بغيره هل يوجد دعاء معين نعم يوجد دعاء استعمله النبي صلى الله عليه وآله 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 جبريل عليه السلام فقال يا محمد قل قال ما أقول الآن تبه للدعاء قال جبريل قل أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق و ذرأ و برأ و من شر ما ينزل من السماء و من شر ما يعرج فيها و من شر فتن الليل و النهار و من شر كل طارق إلا طارق يطرق بخير يا رحمن فما هذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذه الكلمات و قال هذا الدعاء قال فطفئت نارهم و هزمهم الله تبارك و تعالى الله أكبر قال تعالى إن ينصركم الله فلا أغالب لكم المطلوب فقط أن تستعين به سبحانه و هو سيعينك و يقويك على الإنس و الجن قال تعالى إن تنصر الله ينصركم و يثبت أقدامكم طيب هل هناك أدعية أخرى أيضا تحفظون من الشياطين نعم يوجد دعاء كان النبي صلى الله عليه و عليه وسلم يتعوذ به من الشيطان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه و نفثه و نفخه معنى همزة و سوستة نفثة يعني الكلام السيء الذي يجعله في الأشعار و نفخه أي كبريائه و هناك أيضا دعاء آخر هذا موجود في القرآن يقول الله عزيزي و قل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين و أعوذ بك ربي أن يحضرون همزات الشياطين و سأوسهم و نزغاتهم و أعوذ بك ربي أن يحضرون حضور الشيطان في أي شيء يضر فأنت تستعيذ بالله أن لا يحضر الشيطان في أي شيء من أمورك فإذا قلت ذلك و دعوت الله تبارك و تعالى ستجد الله تبارك و تعالى قريبا منك يحميك و يحفظك و يرعاك و لا يدع شيء يضرك فأنت توكلت على الحي الذي لا يموت قوي سبحانه و ليس لك أغيره سبحانه جل في علام سأل الله يحفظنا و إياكم و أن يعيننا و إياكم و الحمد لله رب العالمين يا الله يا الله و إلهي يا قيوم إليك أحتاج أرجوك بدموعي صلي بحبك دوم أنا العصي عسى تغفر تراعي من يرى بتلذذ بطاعتك سعيد تبك يا أقرب من الحبل الوريد اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة